بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهلا وسهلا بكم من جديد طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي في حصتنا الثانية في درسنا النسيج البسيط نؤكد على خبرة درسنا اليوم إنتاج قطعة النسيج واحد على واحد تعلمنا في الحصة الأولى العديد من المفاهيم والمهارات مثل تاريخ النسيج في بلادنا والفرق بين النسيج والغزل ومن أين تأتي خيوط الأطمشة التي نرتديها فتاريخنا جميل وغني بالتراث والهوية الجميلة التي حققها أجداد في مجال النسج والغزل أيضا تعرفنا على الفرق بينهما وكيفية طريقة أساليبها المختلفة والاستفادة منها وتعرفنا أيضا على من أين تأتي هذه الخيوط إما تكون مصادر طبيعية أو مصادر هذه المصادر تكون طبيعية إما تكون نباتية أو تكون حيوانية وتعرفنا على كيف يتكون النسيج من خيوط السدى خيوط السدى وخيوط اللحمة وكيف نقوم بإنتاجهما بطريقة صحيحة وذلك بأن خيوط السدى تكون على شكل رأسي وخيوط اللحمة على شكل أفقي وكيفية مرور هذه الخيوط بشكل صحيح لما يحقق لنجاح العملية النسيجية هنا خطوات عمل قطعة من النسيج أول خطوة نقوم بقص قطعة من الكرتون بمقاس 25 أو 15 طبعا الأنوال تكون متوفرة في البكتبات والأسواق بأشكال متنوعة وبأحجام مختلفة ولكن بإمكاننا أن نصنع نولا من الأدوات والخامات المتوفرة لدينا في المنزل بإمكاننا أن نستخدم قطعة كرتون أو فلين بحجم 25-15 أو أصغر أو أكبر من ذلك حسب الإنتاج الفني الذي أريد أن أقوم باستخدامه طبعا إذا كان قطعة كرتون بإمكاننا أن نستخدم المقص عوضا عن المشرط لأنه حاد وربما نؤذي أنفسنا أو نستخدمه بمساعدة إحدى الوالدين وهنا نبين المقاسات الصحيحة للنول وهذا شيء ضروري جدا لكي نقوم بتسدية الخيوط على شكل رأسي بشكل منتظم ودقيق للحصول على نتائج جيدة فنقسم جانبي الكرتون برسم خطين أفقين لماذا نبعد عن نهاية أو حافة الكرتون سانتيين أو سانتي لعمل بعد ذلك خطودات لمرور هذه الخيوط الخطوة التالية نقسم المساحات المحصورة بين الجانبين إلى خطوط متباعدة بمقدار 1 سانتي ونقطع بواسطة المقص وهذا ما كنا نقصده قبل قليل يجب أن تكون الخطوط متساوية والأبعاد صحيحة بإمكاننا أن لا تزيد عن 1 سانتي لترتيب الخيوط بشكل صحيح بعد ذلك نبدأ بالخطوة الرابعة نقوم بعقد البداية خيط التسديتي وإدخاله في أول أخدود ومن ثم نشد الخيط على طرف النول وندخله في الأخدود المقابل ويجب أن تكون عملية الشد صحيحة ولكن ليس شد بقوة وينثني الكرتون يجب أن تكون الشد معقول ومناسب لحجم النول الذي قمت بتجهيزه وأبدأ أكرر على هذا المنوال إلى أن أنتهي في هذه كما نشاهد في هذه الصورة نستمر بنفس العمل على جميع الأخديد حتى الانتهاء بعقدة آخر حبل التسديية فيجب أن نحرس على العقدة وربطها بشكل جيد لكي لا تنفك هذه الخيوط بعد ذلك نبدأ بتمرير خيط اللحمة من أسفر الخيط الأول للتسديية ومن فوق الخيط الثاني وهكذا بالتوالي حتى النهاية الخطوة السابعة يمكن أن تستخدم قطعة من الخشب أو المكوك أو المصطرة لتساعد على تمرير خيط اللحمة قد تواجهني صعوبة في سلام التمرير لهذه الخيوط فممكن أن أستخدم مصطرة أو قطعة خشبية أرفع بها الخيوط السدى بالتناوب لكي يمر الخيط مرة واحدة الخطوة الثامنة أثناء عمل اللحمة يجب أن نقوم بعمليتي اللز والضبط ومع ذلك أن نقوم بتجميع خيوط الصوف ورصها لكي أحصل على نسيج متماسك أي نجعل خيوط النحمة متراسة ومتجاورة قبل الانتهاء يجب إقفال جهتي النسيج اليمنى واليسرى لنضمن عدم تفقق النسيج بعد إخراجه كما في الشكل 74 بإمكاني أن أقوم بإعادة النسيج بنفس الخيط بدون أن أقوم بقصه أو أقوم بعقد كل خيطين قمت بنسجهما مع بعضهما البعض أو أقوم بتمريرها مع النول من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى وفي نهاية العمل أقوم بتفكيكه وعقده فيوجد خيارات كثيرة للحفاظ على سلامة النول بهذا الشكل نستطيع الآن أن نختبر مدى جودة ودقة ومتانة النسيج وذلك من خلال شد النسيج بقوة إذا تباعدت الخيوط عن بعضها البعض وظهرت خيوط السدى فهو نسيج غير جيد إذا حسنا الخيوط تفكك والنسيج أقدر أمرره بشكل متباعد فهذا يعتبر نسيج غير جيد أما إذا كان النسيج جيدا فيبقى على حالته حتى وأن شدته نلاحظ بشكل 76 النسيج متماسك ومتراس بشكل جيد الآن يا أحبتي بيان عملي لنسج قطعة نسيجية واحد على واحد بإمكاننا الآن تجهيز النول المتوفر لديه بالمنزل سواء خامة الكرتون أو خامة الفلين كما قلنا هناك أنوال جاهزة في المكتبات ومنفذة فيها عملية التسدية كما في هذا النول هذا نول جاهز بحجم صغير وهنا نول آخر بحجم كبير ونلاحظ هنا ترتيب الأنوال بشكل جيد وصحيح ونشاهد هنا كيف رتبت بشكل سانتي واحد بين كل قطعة نول وهذا مما يؤكد العمليات الصحيحة التي تعلمتها في مادة الرياضيات وأستطيع تطبيقها على النول فنشاهد هنا كيف قسمت بواحد واثنان وثلاثة وأربعة وهكذا إلى نهاية القطع ونشاهد الثقب الموجود هنا موازي للثقب الموجود هنا لسلامة تمرير خيوط السوداء بشكل صحيح وكما قلنا بإمكاننا أن نستخدم قطعة كرتونية خفيفة بإمكاني قصها أو قطعة فلين وأقوم بتوزيع الخيوط بشكل متساوي كما في هذا الشكل أنا هنا قمت بتجهيز قطعة النول وبعد ذلك قياسات صحيحة على هذا الفرق الذي بين كل أخدود وأخدود سانتي واحد كما نشاهد في هذه الصورة ثم عملية قصها بالمقص أقوم قصها هكذا بالمقص بعد أن أقوم بتحديدها أبدأ قصها إلى نهاية الخيط الذي قمنا بوضعه يبعد عن حافة الكرتون أثنين صانتي هنا أثنين صانتي وهكذا وأتأكد أنني قصص جميع القطع بشكل صحيح إلى أن أصل إلى النهاية وأتأكد أيضا هنا من الجانب الآخر بأنني قصص بشكل صحيح لكي أقوم الآن بالتسدي بشكل صحيح الآن قمت بتجهيز النور بشكل جيد بإمكاني أن أستخدم الآن خيوط السدى بهذا الشكل أما تكون بيضاء أو تكون زرقاء أو أي لون أريد أن أقوم بتثبيته على خيوط على نفس خيوط السدى وأقوم بتثبيته على الكرتون وهذه العقدة التي تحدثنا عنها بربطها بشكل جيد لكي أحصل على نون متماسك إذن هنا بهذه البداية أو بإمكاني تنفيذها على قطعة فلين فالمتوفر لدي بالمنزل بإمكاني أن أقوم باستخدامه هنا يا أحبتي سأستخدم خيوط الصوف وبإمكاني أختار أي لون أريد تنفيذها طبعا هنا الإبرة تكون بهذا الشكل الإبرة تكون بلاستيك لكي لا تكون حادة وتؤذوني وتكون كبيرة نوعا ما لكي يسهل عملية النسج بشكل صحيح الآن سأبدأ عملية نظم الإبرة بخيوط الصوف هكذا وبإمكاني تقديري ما الكمية المناسبة للخيط لعمل هذه القطعة النسجية الصغيرة إذن أخذت أيضا في مادة الرياضيات كيف أقوم بتقدير المساحات والمسافات المترية والصعات إذن الآن أطبق الخبرات التي تعلمتها بتقديري للأشياء الآن سأبدأ بعملية تمرير خيوط اللحمة ونلاحظ هنا للأعلى والخيط الثاني للأسفل ثم هنا للأعلى والخيط التالي للأسفل وهكذا إلى نهاية هذا الخيط بهذا الشكل وبإمكاننا كما قلنا أن نجلب خيط مصطرة أو قطعة خشبية ووضعها بهذا الشكل لسلامة تمرير بهذا الشكل أضعها هنا بعد ذلك أبدأ بتمرير خيوط بشكل أكثر سرعة وأبدأ بخيط الثاني هنا يبدأ عملية رص قطع النسيج وأتأكد من سلامة تمريرهما بشكل جيد فالخيط الذي في الأسفل يكون في الأعلى وهكذا وبإمكاني أن أقوم باستخراجها وأبدأ من جديد بعملية النسيج وهذا ما كنا نقصده عدم شد قطعة النسيج لأنه بإمكاني أن أقوم بقصها في نهاية النسيج وهذا أيضا ما نقصد به واحد واحد الآن قمت بعملية خيط واحد بهذا الشكل ثم قمت بتمرير خيط واحد آخر وهذا ما نقصد به واحد على واحد أي نشتغل بخيط واحد وننسج بخط واحد لأن هناك أساليب متنوية ومختلفة النسيج ربما تكون اثنين على اثنين أو ثلاثة أو أربعة حسب الطريقة التي سأستخدمها وأبدأ برص القطع أو أبدأ برص خيط الصوف بشكل جيد ما تكون بيدها كذا واستخدام فرشات خاصة بالنسيج بعد ذلك تستمر هذه العملية النسجية إلى نهاية القطعة التي قمت بإعدادها هنا لدينا قطعة تم نسجها واحد على واحد وهنا وضحنا كيف بإمكاني أن أقوم بتمرير الخيط بهذا الشكل أو تكملتها في النوع ثم قصها وتتم العقدة بشكل جيد هنا أستطيع أن أقوم بالقص ثم أقوم بعقدها بشكل جيد مع الجهة الأخرى وهذا ما كنا نقصد به سلامة الخيط الصوفية أيضا نريد أن نؤكد بإمكاننا اختيار عدة ألوان أو لون واحد حسب الفكرة أو القطعة النسيجية التي أقوم بتنفيذها والنسيجي أحبتي من المجالات الجميلة في التربية الفنية التي تعودنا على الصبر والدقة والإتقان والإخلاص بالعمل بشكل جيد بإمكاني بعد أن أقوم بتنفيذ هذه النسيجي أن أقوم بقصه وتوظيفه بشكل جمالي ورائع مثل ما قمنا هنا في هذه القطعة ووظفناها كمعلقة جميلة وقمنا بعملية تأطيرها بنفس الخامة الكرتون التي قمنا باستخدامها وهذا أيضا من الأفكار الجميلة التي تساهم في تدوير الخامات والحفاظ على البيئة ثم أضفنا بعض الخيوط وبعض الخرز بهذا الشكل فأصبح منظره جميلا بإمكاني أن أستخدمه بشكل جيد ورائع كما نشاهد هنا أيضا هناك قطعة أخرى في النسيج ونلاحظ هنا تراص القطع هل أستطيع أن أشاهد خيوط السداء؟ لا نظروا إلى قوة النسيج التي أحدثناها في القطعتين هنا بإمكاني أن تكون معلقة في سيارة أو تكون على سطح مكتب أو إحدى زوايا المنزل بإمكاني أعمل أحجام كبيرة أو أعمال حجمها صغير حسب القطعة التي قمت بنسجها ولكن أن أعيد مرة أخرى يجب الدقة والتأكد من تمرير خيوط اللحمة بشكل صحيح وقبل أن أبدأ بالخيط الثاني يجب أن أتأكد من صحة الخيط الذي يليه لكي لا تفسد عملية النسج التي قمت بتنفيذها بإمكاني التنوع بالألوان والإخراج في الأعمال الفنية إذن مهارة النسيج يا أحبتي تتطلب الدقة أثناء العمل والحرص على الصبر أثناء أيضا العمل حتى وأن أخذ وقت أطول ولكن إذا كانت النتيجة جميلة سأحصل على أعمال فنية رائعة أستطيع توظيفها واستخدامات متعددة ومختلفة في مجال النسيج إذن أصبح الآن لدي خبرات كثيرة ومتنوعة في مجال النسيج أستطيع أن أوظفها بأشكال متنوعة ومختلفة فأنا تعرفت الآن على طريقة النسيج الصحيح وكيفية استخدام الخيوط بشكل جيد وطريقة تكوينات واحد على واحد بإمكاني الآن أقوم بتنفيذ النول المتوفر لدي في المنزل سواء من قطعة الفلين أو قطعة الكرتون والقيام بعملية التسدية بشكل صحيح ثم تمرير خيوط اللحمة بشكل أيضا صحيح كما تعلمته إذن أصبحت قادرا على عمل نسيج واحد على واحد بأعمال متختلفة ومتنوعة أمامك ثلاثة أشكال مختلفة ومتنوعة لصور قطع من سوجة وقد كبرنا أجزاء منها هل نستطيع التعرف على كيفية تكوينها؟ هنا موجودة قطع نسيج وهنا القطع المكبرة هل نتعرف على طريقة النسيج الموجودة هنا؟ هيا نجيب الشكل الأول أحسنتم الشكل الثاني أيضا بهذا الشكل هذه القطعة وهي نفس القطعة الموجودة لديه هنا وهذه القطعة هي موجودة أيضا هنا القطعة الأخيرة موجودة أيضا هنا إذن بإمكاني أن أستخدم عدة ألوان مختلفة ومتنوعة لقطع النسيج لدينا النشاط الثاني نحاور القيام بعمل نون من الكرتون ونقوم بعمل نسيج خيوط صوفية بطريقة واحد على واحد مستخدمين لونين من الصوف إذن بإمكاننا أن نستخدم لونين ونقوم بتنسيقهما أما بهذا الشكل واحد ثم لون ثم لون آخر أو تجميع بعض الألوان ثم تنسيقها كما ترون سجلت السعودية السدو ضمن القائمة التمثيلية للتراث التقافي الغيرمادي في اليونسكو وتم اختيار السدو في شعار استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين في عام 2020 مما يؤكد أهمية الهوية الوطنية في الزخار في الموروث الشعبي وعمق التراث السعودي الثقافي فنفخر بهذه الهوية ونقدمها رسالة للدول فأجداد صنعوا هوية جميلة ما زلنا نفتخر بها ومستمرة إلى أن وضعت هذا الشعار في قمة عشرين لاستضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين إذن المطلوب تنفيذوا يا أحبتي إنتاج قطعة نسيج واحد على واحد بإمكانكم الآن تحضير النون وقيامة عداده بشكل جيد وصحيح مراعين في ذلك التقسيم الجيد صانتي بين كل خيط ثم بعد ذلك تسديته بشكل صحيح واختيار الألوان المتوفرة لديكم في المنزل بعد ذلك القيام بعملية خيوط اللحمة بتمريرها مرة الأعلى ومرة الأسفل والحرص على الدقة والصبر للعمل بعد ذلك نقوم بإخراج العمل بالشكل الذي نريده إلى هنا يا أحبتي تكون انتهت حصتنا اليوم اكتسبنا فيها خبرات متنوعة في مجال النسيج انتظرونا في الدرس القادم لنتعرف على تشكيلات متنوعة في مجال النسيج إلى اللقاء